ما هي العلمانية؟ العلمانية بالانجليزية سيكولاريزم هي عبارة عن مجموعة من المعتقدات التي تشير إلى أنه لا يجوز أن يشارك الدين في المجالات السياسية والاجتماعية للدولة وتعرف العلمانية بأنها النظام الفلسفي الاجتماعي أو السياسي الذي يرفض كافة الأشكال الدينية من خلال فصل المسائل السياسية عن عناصر الدين ومن تعريفاتها أيضا هي الآراء التي تسعى إلى استبعاد الأسس الدينية عن كافة الشؤون المحلية المدنية للدولة ظهرت العلمانية في أوروبا وأثرت على العديد من المجالات السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية مما ساهم في تطورها بالتدريج وتعود بدايات العلمانية إلى ظهور الصراع بين الكنيسة والعلوم إذ تبنت المؤسسة الكنيسة مجموعة من النظريات العلمية القديمة ومن ثم ربطتها مع الدين وعند تطور العلوم ظهر أن الكثير من أفكار الكنيسة غير صحيحة مما أدى إلى اندلاع حرب بين العلماء والمفكرين من جهة والكنيسة من جهات أخرى في القرن السابع عشر للميلاد تم تعزيز أفكار العلمانية بعد ظهور الحاجة إلى فصل الدولة عن الكنيسة في أوروبا بسبب انتشار التأثر الكنسي على كل من السياسة والاقتصاد إضافة إلى ظهور العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الحروب بين الطوائف المسيحية الأوروبية والتحدي الواضح بين العلم والمعارف الدينية وفي نهاية القرن العشرين للميلاد أصبحت العلمانية من المصطلحات والنظم الفكرية المنتشرة على نطاق واسع فانتشرت السياسة العلمانية في العديد من دول العالم عبر تاريخ فظهرت أول أفكارها في فرنسا سنة 1879 وأصبحت غالبية أعضاء البرلمان الفرنسي من العلمانيين وتم الاعتماد على الشريعات المدنية بدلا من الشريعات الكنسية للحد من تدخل الكنيسة في شؤون الدولة ومن ثم ظهرت العلمانية في إسبانيا في ظل حكم الجمهوري في الفترة الزمنية ما بين السنوات 1868 و 1876 وفي منتصف القرن التاسع عشر للميلاد أصبحت الكنيسة أصبحت المكسيك أول دولة في قارة أمريكا تعلن عن تطبيقها لعلمانية الدولة وأيضا انتشرت السياسة العلمانية في تركيا مع حكم أتا تورك لها ولم تقتصر العلمانية على الدول الغربية فقط بل وصلت أفكارها إلى العالم العربي ما هي أنواع العلمانية؟ بما أن العلمانية أصبحت مصطلحا واسع الانتشار أدى ذلك إلى بنائها وتوظيفها بطرق مختلفة ومتباينة اعتمادا على أفكار وتوجهات مختلفة تابعة للعديد من الأشخاص وبذلك تم تقسيم العلمانية إلى ثلاثة أنواع كما يلي العلمانية السياسية تدعي العلمانية السياسية لفصل الدين عن الحياة المدنية وعن العمل الحكومي في الدولة بأي وسيلة ممكنة ويقول العلمانيون السياسيون إن العلمانية غير مرتبطة بالإلحاد بل وهي وضع الدين في مكان منفصل عن إدارة الدولة ثانيا العلمانية الفلسفية تعادي العلمانية الفلسفية الدين وترفضه حيث تقوم بنقده وتحدي سلطاته والإساءة للمتديينين باعتباره ظاهرات غير صحيحة ويجب تجاهله ثالث نوع للعلمانية هو العلمانية الاجتماعية الثقافية يدعو هذا النوع من العلمانية الذي يعد ظاهرة اجتماعية وتاريخية وديمغرافية إلى تهميش الدين في الحياة اليومية للأشخاص وعدم الاهتمام بأمور غيبية كالآخرة والجنة والنار بحيث تقل مشاركتهم في الأنشطة الدينية وبالتالي ضعف الدين لديهم وربما فقدانه مراحل العلمانية مرت العلمانية بمرحلتين هم مرحلة العلمانية المعتدلة هي المرحلة التي ظهرت في الفترة الزمنية بين القرنين السابع عشر والثامن عشر للميلاد واعتبرت أن الدين من الأمور الخاصة في الأشخاص وأن سلطة الدولة تكون مطبقة ضمن حدودها ولكن يجب أن توفر حماية للكنيسة وخصوصا في إطار جباية الضرائب واعتمد التفكير العلماني في المرحلة المعتدلة على تأكيد الفصل بين الكنيسة والدولة إلا أنه لم يتجاوز كل القيم الدينية المسيحية ولكن ظهرت مجموعة من المطالب سعت إلى إخضاع التعاليم المسيحية للعقل والمبادئ الطبيعية ومن أشهر دعاة هذه المرحلة العلمانية فولتير وبيكون وجون جاكروس وديكارت المرحلة العلمانية المادية هي المرحلة الثانية من مراحل العلمانية وأطلق عليها أيضا مسماء الثورة العلمانية وظهرت في الفترة الممتدة من القرن التاسع عشر للميلاد وما بعده واعتمدت هذه المرحلة من العلمانية على تطبيق إلغاء كلي للدين وليس فقط الفصل بين الدولة والدين كما في المرحلة العلمانية الأولى وتم اعتبار أن الأشياء المحسوسة هي الموجودة بشكل حقيقي والدافع من خلال هذه المرحلة هي السيطرة على سلطة الدولة كلها مع عدم وجود أي تساوين مع سلطة الكنيسة ومن أشهر الدعاة لهذه المرحلة كارل ماركس وهيغل من خصائص العلمانية الفصل بين الدين والدولة حماية كل من المتدينين وغير المتدينين والمساواة بينهم الحرية الدينية للأشخاص سواء اختيار الالتزام بالدين أو التحرر منه الاعتماد على الديمقراطية والإنصاف بين المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني المساواة في استخدام الخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات العلمانية لا تعني الإلحاد ولا تفردها على المواطنين بالرغم من اهتمام الملحدين فيها حماية حرية التعبير عن الرأي ما هي مبادئ العلمانية؟ إن العلمانية بصفتها من الأفكار السياسية والاجتماعية تتكون من مجموعة مبادئ منها السعي إلى الاتفاق مع العلوم الاهتمام في تحقيق الانفصال بين شؤون الأديان والدول قطع العلاقات بين المجتمعات والدين تطبيق كافة الأفكار والمكونات الصناعية المعتمدة على صناعة الإنسان لها